لا حديث في تطوان وفي الأوساط البنكية إلا عن أكبر سرقة لبنك تمت في تطوان بعد الكشف عن تورط مدير بنكي في عملية سرقة الملايير من أموال الزبناء مشهد مدير الوكالة البنكية التابعة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك وهو يساق يوم الأربعاء الماضي من داخل الوكالة البنكية إلى سيارة الشرطة تم تداوله على نطاق واسع بعد تصوير المواطنين لعملية الاعتقال في شارع محمد الخامس بتطوان بنك المغرب أرسل حسب مصدر اليوم 24 فريق تفتيش إلى البنك للتحقيق في ملابسات اختلاس الأموال بموازات قيام الشرطة بالتحقيق في الملف بعد اعتقال مدير الوكالة وموظف آخر معه لكن هاجس العشرات من الشركات والأفراد من زبناء البنك هو الاطمئنان على رصيد حساباتهم التي فقدوها وهل سيتولى البنك إعادة الأموال المسروقة إلى حساباتهم عملية السرقة التي كشفت ممارسات المدير المعتقل تمت قبل بضعة أيام حين قام مدير الوكالة بسرقة مبلغ يناهز 200 مليون سنتيم من حسابات الزبناء جزء منها نقلها إلى كازين قمار في طنجة وتشير مصادر إلى أنه تبين أن سرقة أموال الزبناء بدأت منذ مدة وشملت أموالا أكبر حيث استغل المدير المعتقل الحسابات البنكية التي لا تعرف حركية لأخذ أموال منها دون انتباه أصحابها وتبين تعرض شركات وأشخاص ذاتيين منهم أصدقاء للمدير المعتقل أعضاء في نادي المغرب التطواني للسرقة كما تعرضت شركة مختصة في تعليب سمك الطون لسرقة مبلغ 45 مليون درهم كما تعرضت جمعية الأعمال الاجتماعية لجماعة تطوان لسرقة تناهز 57 مليون سنتيم وتمت سرقة ملايين من حساب المحطة الطرقية بتطوان كما تعرض منعشون عقاريون في المدينة أيضا لسرقة أزيد من مليار سنتيم وتشير مصادر إلى أن مجموعة ما تم سرقته يناهز ملايير السنتيمات مدير الوكالة البنكية المعتقل دانيال زيوزيو البالغ من العمر 55 عاما شخصية معروفة في تطوان فهو منتخب في المجلس الجماعي لتطوان وعضو اللجنة المؤقتة لنادي المغرب التطواني ويشغل في البنك منصب مدير جهوي وتشير مصادر إلى أن المدير كان يستغل الطريقة التقليدية لعمل البنك لسرقة الأموال حيث لا يتوفر البنك على تطبيق إلكتروني يتيح للزبون الاطلاع على حسابه كما كان المدير يزور كشوفات الحسابات التي تتعرض للسرقة لإيهام الزبون بأن أمواله محفوظة حسب مصدر مطلع فإن مدير الوكالة البنكية كان ينتظر وقت اعتقاله خاصة بعدما علم بإغلاق الحدود في وجهه من جهة أخرى أفادت مصادر أن آخر ما أوصى به المدير قبل اعتقاله أنه طلب من أفراد عائلته بيع عقار في كابونيجرو لتمويل مصاريف دراسة ابنه وحسب معطيات اليوم 24 فإن المدير المتورط كان مبتلى بلعب القمار ما جعله يلجأ إلى أموال المودعين لتمويل هذا النشاط المثير أن هذا المدير كان موضوع تحقيقات قبل حوالي سنة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وكان يفترض إبعاده من المسئولية من طرف إدارة البنك وبخصوص مصير أموال الزبناء تشير مصادر إلى أن البنك المعني مسؤول قانونيا عن إعادة الأموال للضحايا لكن في انتظار تحقق ذلك فإن الزبناء الضحايا يسيطر عليهم الغضب والقلق ترجمة نانسي قنقر